اهلا بكم حبيبي طلاب جريت سريف درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز سنأخذ لسون 54 بعنوان ريفيو البلايس فاليو درس مهم جدا هنراجع في البلايس فاليو تعالوا مع بعضين نبص على هذا النمبر اي نمبر في الدنيا متكون من مجموعة من البلايس عندي مجموعة اماكن كل بلايس يتحط فيه ديجيت يعني نبص على هذا النمبر النمبر ده في كم بلايس في ست اماكن كل مكان من دول لي اسم وكل مكان من دول لما حط فيه ديجيت الدجيت ياخد فاليو على حسب المكان ده يعني مثلا اول مكان ده يا اولاد بنسميه ايه؟ بنسميه اليونتس بلايس اليونتس بلايس او حاجة تانية او الوانز بلايس يعني ممكن نسميه ده او ده يعني ايه كلمة البلايس اسمه يونتس او وانز يعني ايه؟ يعني اي ديجيت يا اولاد حيتحط في هذا البلايس او الدجيت اللي يقعد في البلايس ده الفاليو بتاعته تبقى بالوانز يعني سري لما اقعدها في البلايس ده الفاليو بتاعتها او القيمة بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى جاست سري سري وانز نجي نبص على البلايس اللي بعد او ده البلايس ده المكان ده اسمه ايه؟ البلايس اسمه التنس اللي يقعد في البلايس ده بقى ياخد فياليو بالإيه؟ بالتنس يعني السيفن لما جات قعدت في البلايس اللي اسمه تنس بقيت الفاليو بتاعتها كام؟ سيفن تنس يعني ايه؟ يعني 70 طب لو كانت السيفن قعدت في البلس ده اللي اسمه وانز كتبقى الباليو بتاعتها ايه? كتبقى الباليو بتاعتها 7 وانز اللي هي ايه؟ اللي هي جاست 7 طيب نيجي نبص على البلس اللي بعد كده البلس ده اسمه ايه المكان ده اسمه ايه اسمه هندردز طيب الديجة اللي يجي يقعد في المكان ده ياخد value بالايه بالهندردز يعني التو لما جات قعدت هنا الفاليو بتاعتها او قيمتها بقت كام الفاليو بتاعتها بقت تو هندرد يبقى على حسب البليس البيجيت عندي بياخد value طب لو كاتت تو دي اولاد جات هنا قعدت في المكان اللي اسمه يونتس او وانز تبقى الفاليو بتاعتها ايه جاست تو تو وانز طب لو كاتت تو قعدت في المكان اللي اسمه تنس يبقى الفاليو بتاعتها ايه توينتي برافو اللي هي تو تنس طب لو كان السيفن قعدت في المكان اللي اسمه هندردز الفاليو بتاعتها هتبقى ايه سيفن هندرد وناخد بالنا يا اولاد بنقول سيفن هندرد ما بنقولش سيفن هندردز المكان بس هو اللي بنلاقي فيه ايه الاس عشان المكان بيوضح اني دي من الهندرد. طيب. نجي نبص على المكان اللي بعد كده. مين هو البلس اللي بعد كده? البيلس ده. اسمه ايه? البيلس ده اسمه ساوزنس. يعني اللي يقعد فيه بتاعته تبقى بال ايه? تبقى بالساوزن. يعني الفايف لما نقعدها في البيلس اللي اسمه ساوزنس تاخد فاليو كام؟ تأخذ value 5,000 وزي ما انتم سامعين كده لما بنيجي ننتهر 5,000 ما بنقولش اس بنقول 5,000 لكن البلس بنلاقي فيه الاس طيب تعالوا نشوف البلس اللي بعد كده البلس ده اللي قعده فيه 6 البلس ده اسمه ايه اسمه 10,000 يعني لو 6 قعدت فيه تاخد value بال 10,000 يعني ال 6 دي تبقى كام تبقى 60,000 طيب لو كانت ال 6 دي اولاد قعدت مكان 5 تبقى ال value بتاعتها كام بصرا بقول ايه بقول ال value يعني قمتها تبقى كام هي قعدت في 6,000 تبقى كاملتها 6,000 اوكي طب يلا على الفور الدجت اللي اسمه فور قعد في بلس اسمه ايه البلس اسمه ايه اسمه 100,000 يعني طالما ان الفور قعدة في ال 100,000 تاخد value بال 100,000 يبقى ال value بتاعتها كام 400,000 تعالوا نعيد الكلام ده تاني انا عندي اي نمبر بيكون متكون من مجموعة كل مكان ليه اسم اول مكان اسمه ال ones او ال units ثاني مكان اسمه 10 المكان اسمه 100 المكان اسمه الساوزانس المكان اسمه 10 ساوزانس المكان اسمه 100 ساوزانس كل ديجت يقعد في مكان بياخد value بتاعت المكان ده يعني ال 5 دي قعدة في المكان اللي اسمه تبقى الواليو بتاعتها القيمة بتاعتها 5 ساوزنس طبعا هنحل على الحاجات دي كتير وهنتضرب عليه وهنبقى شطر ان شاء الله طيب الشكل ده اولاد بنسميه الستاندرد فورب كلمة ستاندرد يعني الحاجة اللي احنا كلنا عارفينها يعني دايما النومبر لما بيجي لنا بيجي لنا في الصورة دي لما بنيجي نقرأه بنقرأ منين بنقرأ من الليفت بنعتبر ان الجروب ده بتاع الساوزنس والجروب ده بتاع اليونتس اتقول لي يا مستر احنا قلنا درس يونتس ايوه ما بيجي اقول هنا 273 273 ايه من الونز فبنعتبر الجروب ده كله جروب اليونتس والجروب ده كله جروب الساوزنس وعشان كده ممكن يكون عندنا صورة تانية نقول بها النومبر اللي هي ايه الاسباندد فورب كل نومبر هحطه بالفاليو بتاعته يعني النومبر ده كله عبارة عن ايه عبارة عن فور هندرد ساوزنس وحنحط عليها اللي موجود في البلس ده اللي هي 60 ساوزنس واللي موجود في البلس ده 5 ساوزنس وهنا 200 وهنا 70 وهنا 3 تمام؟ طب لما نحب نقرى النومبر ياولاد نقرأ ازاي؟ ناخد 3 مع بعض نقراهم يعني هنقرأ دولا لوحديهم وحنقرأ دولا لوحديهم دولا في الجروب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ساوزنس يبقى نقرأ 3 دجت ساوزنس ازاي؟ نقول كده 465 ساوزنس خلاص؟ ده جروب الونز يعني هنقول 273 يبقى ناخد كل 3 دجت سنقراهم مع بعض طيب انا البلس دي اولاد بتفدني في ايه؟ ليه بنتعلم البلس بنتعلم البلس عشان نعرف من النمبر الكبير والنمبر الصغير يعني مثلا انا لو عندي نمبر فيه 6 بلس زي ده كده وعندي نمبر ثاني فيه 3 بلس يبقى مين النمبر اللي هيبقى كبير طبعا اللي فيه 6 بلس عشان فيه اماكن كتيرة طيب لو عندي نمبر فيه 6 بلس ونمبر ثاني يا اولاد فيه 6 بلس هيبقى اثنين قد بعض هنجي نبص بقى مين اللي قاعد في البلس الكبير لو البلس الكبير قاعد فيه 4 ونمبر الثاني اللي قاعد فيه 9 يبقى مين اللي هيبقى اكبر النمبر اللي فيه 9 يبقى احنا بنتعلم البلس عشان نعرف نقارن ونقول من النمبر الكبير ومن النمبر السوائي يلا نحل كده مجموعة اكسرسيز علشان نأكد على المعلومات دي ونفهمها كويس هنا سيرتي ساوزند سيرتي ساوزند اكوال كام ساوزندس يعني هتساوي كام جروبز ساوزندس يعني كام مجموعة من الساوزندس نعمل ايه المسائل اللي زي دي هو بيقول لي عايز اعرف ده كام ساوزند يبقى نشيل سيري زيروز وان تو سري يعني ده عبارة عن سيرتي ساوزندس يعني اكن السيرتي قعدة في البليس اللي اسمه ساوزندس طيب يالله الفور ساوزندس من غير اس الفور ساوزندس ساوزندس مشافة ايكوال كام جروبز من الساوزندس كام مجموعة من الساوزندس نشيل سيري زيروس ساوزندس غير اسف ان هذا ميجبا يعني ان الفور ساوزندس تعلينا فور ساوزندس وقعدتها في البليس اللي اسمه thousands تاخد value بالايه بالسوزنز يبقى نعمل ايه نحط قدامها سري زيروز تبقى 200 سوزنز نيجي هنا 200 هندردز هندردز دي اولاد اسم بليس يعني البليس اللي اسمه هندردز لما اجي قعد فيه 200 نيجي 200 كده نحطها في البليس اللي اسمه هندردز يحصلها ايه تاخد value بالهندردز تبقى كام نحط جنبها 200 تبقى كده حطينا 200 جنبها كده جميل اوي طب الكلام ده اولاد اكوال كام سوزنز يعني اجيب ايه احطه في البليس اللي اسمه سوزنز يديني الكلام ده اروح اشيل على طول سري زيروز يديني كام يديني 20 يبقى التويني دي لو جت اععدتها في البليس اللي اسمه سوزنز تبقى الفاليو بتاعتها توينتي سوزنز اللي هي هي 200 هندردز اوكي يا رب تكونوا فهميني حطي دي كويس لو مش فهميني ارجعوا اسمعوها تاني يالله تنس تنس ده اسمي بليس يا اولاد يعني مجموعة من التنس التنس دي اقعد فيها ايه من النمبرز عشان تديني سكس هندردز هو اصلا التنس يا اولاد بتديني زيرو بتزود لي زيرو يبقى انا عشان اعرف قد ايه قعد في البليس ده اشيل زيرو من هنا يبقى اكيد السكستي هي اللي قعدت في البليس اللي اسمه تنس رحت مدياني فاليو سكس هندردز واضحت كده يالله تاني طلال ما لقنا اس يبقى ده اسمي بليس اللي انا قعد فيه اسمه هندردز واضحت كم بالهندردز واضح الهندردز واضح كم زيرو خائف زيروز يبقى ده اهحط جنبه خائف زيروز تديني الفاليو بتاعته يبقى يبقى الذي قعد هنا يأخذ هذا الوضع هذا الوضع عبارة عن قد قعد في التين ساوزاندس تين ساوزاندس يعني كم زيرو يعني فور زيرو يبقى كلمة تين ساوزاندس ستديني فور زيرو يبقى أنا أشيل من هنا فور يبقى مين يبقى تين يبقى أنا التين لو قعدناها في البلس ده تديني الفاليو دي تديني بردو هندرد ساوزاندس نيجي نشوف الإكسرسايز ده بيقول لكم بليدز فولوينج مديني زي ما انتم شايفين نم موجود في الستاندرد فورم يعني الصورة اللي احنا متعودين دايما نشوف النمبرز عليها وعايزين نكتبها بالصورة دي هي الصورة دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها الاكسباندد فورم كنا بنعمل فيها ايه الصورة دي كنت باخد كل بليس واكتب الفاليو بتاعت الدجت اللي موجود فيه طب انا عندي انا كان بليس وان تو سري فور فايف سيكس بليس اهم وان تو سري فور فايف سيكس الفور دي موجودة في البليس اللي اسمه ايه؟ هوندرد ساوزانز يبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ فور هوندرد ساوزانز يبقى الفاليو بتاعتها سيكس تي ساوزانز 9، في البيلس الاسمه تصبح اเหDollah ل恋ه 9000 audi 거야 the Five، موجودة في البيلس الاسمه 100 يكون البيلس الاسم Five Hundred 3، موجودة في البيلس الاسم One يمكنette ال disfrبات، عندما تخ 닿عه 10 pathway 30 وموجودة في البلس اسمه وانز. يعني ايف كما هي ايف. يقول لي هنا سرين هوندرد تونتي وينتوانس نين هوندرد سرينيوانس نين هوندرد سرينيوانس نوعيزين نكتب سرين هوندرد تونتي وينتوانس نقام براحة نقسمها الجزئين جزء للساوزنس وجزء لليونتس أول شيء يقول لي 321 يبقى 321 هذا الجزء للساوزنس اللي بعد ذلك 931 يمكن أن نضع كومة يبقى لما نكتب النمبر نقسم الجزئين 300 21 1000 وبعد ذلك 900 31 في الجروب اللي بعد ذلك الفاليو نأخذ بالنا بيسألني عن ما الفاليو هل شفتوا كلمة بلاس يا أولاد ولا شفتوا فاليو بس شايفين فاليو مفيش بلاس خالص يبقى حنكتب نمبر يبقى الفاليو بتاع الدجية 6 في النمبر ده 6 قاعد فين 6 قاعد في 1000 يبقى الفاليو بتاعته 6000 طيب شايفين كلمة بلاس بلاس ظهرت طبعما شايفين بيعنينا كلمة بلاس يبقى حكت بوردس البلاس فاليو اسم المكان مجيش الكلمة دي تلغبطكو بلاش كلمة باليو دي تلغبطكو كلمة بلاس فاليو افهموها على انها البلاس بسأل عن المكان اسم البلاس ايه بقى بتاع 6000 سألقى هنا سألقى هنا وعايز نكتب النمبر نحن عارفين طالما فيه 1000 هنا يبقى في جروب عندي والجروب عندي وهنا الجروب ده فيه 3 بلاس وده 3 بلاس عندي هنا ايه 700 يبقى معنا كده انا عندي 7 موجودة في ايه بلاس البلاس اللي اسمه 100000 وبعد كده عندي 500 يعني 5 موجودة في الهندردز بلاس اين الهندردز بلاس اهو خط فيه 5 طيب دي 9000 يعني 9 موجودة في ايه بلاس الهندردز بلاس وبعد كده لقيت موجودة فيه في البلاس اللي اسمه والفورتي يعني هنا فيه 4 طب وده بقى هل نسيبه فاضي لا نحط في زيره يبقى النمبر بتاعه عباره عن ايه 700 900 9 500 48 يلا هنا 4 327 عايزين نكتبها عن طريق غروبز يعني نقوم بها و نقوم باستئفال من المكان المكام каких السهل نأخذ على أمامها عمياتها ماذا نضعه فيها قدامها يعني هذا الأمر من المكام هنا تقوم باستئفال نقوم باستئفال فنضع بيئات 700 ثم بيئات 30 هل انظروا في المثال حتى أنه يوجد بال SAR لأنه ليس مدى أمامه يلا هنا 14,120 14,210 من الكبير؟ نعمل ايه يا أولاد في الكمبير؟ نعد البيلس هنا في 5 بلس وهنا في 5 بلس يبدأ الانتين مثل بعض نأخذ البيلس الكبير ونرى من اللي قاعد فيه هنا البيلس الكبير قاعد فيه 1 وهنا قاعد فيه 1 يبدأ الانتين برضو لحد دلوقتي قد بعض نبص على البيلس ده وده فيه 4 وده فيه 4 ومعرفش اقول من الكبير ومن الصغير هم الانتين كده قد بعض ده 14,000 وده 14,000 نجي نبص على البيلس اللي بعد كده البيلس ده فيه 1 والبيلس ده فيه 2 يبقى اول ما نوصل لبيلس فيه ديجت الثاني يبقى على طول النمبر اللي فيه الديجت الكبير هو الكبير تمام؟ يلا هنا هنا فيه 6 بلاس وهنا فيه 6 بلاس يبقى هم الاتنين قد بعض نجي نبص على ده كده البيلس الكبير ده فيه 5 وده فيه 5 مش هينفع نقارن لسه انا شايفهم قد بعض نخش على اللي بعده الات زي الات يبقى برضه هم الاتنين زي بعض نشوف البيلس اللي بعده البيلس ده موجود فيه 2 والبيلس ده موجود فيه 1 اول ما نشوف بلاس البيجت فيه اكبر من التاني على طول يبقى النمبر ده كبير هنا 5 بلاس و 5 بلاس يبقى اللي اتنين زي بعض ده فيها 7 وده فيها 7 اللي هو اكبر بلاس يبقى مش هنعرف نقارن لازم ناخد اللي بعده هنا فيه 9 وهنا فيه 9 زي بعضهم يبقى ما نقدرش نقول مين الكبير برضه ده هنا 79 ساوزان و 79 ساوزان لسه معرفناش نقارن نخش على اللي بعده نلاقي هنا 2 وهنا 2 ماينفعش برضك تقول مين الكبير انا شايفهم لسه زي بعض خش على اللي بعده هنا فيه 8 وهنا فيه 8 برضه هم قدوا بعض نجي نبص بقى هنا اول اختلاف جاه هنا 4 وهنا 2 مين الكبير هو ده يبقى على طول ده جريتر نجي نبص على اللي بعديها وان هندرد توينتي ساوزاند وان ساوزاند تو هندرد هندردز البلس اللي اسمه هندردز لما نقعد فيه ده يديني قد ايه نزود عليه تو زيروز لان البلس اللي اسمه هندردز بيدي فاليو تايمز هندرد يعني بيزود لي تو زيروز على طول يعني ده عبارة عن ايه عبارة عن كده ونحط تو زيروز نبص هنا ساكس بلس زي بعض بالظبط نريد نشوف ده ونشوف ده فورتي وان ساوزاند ايه فورتي وان ساوزاند ساكس هندرد سري ساكس هندرد سري من الكبير ده في كن بلس تا في كن بلس وان تو سري فور فاي فسكس يبقى على طول يا أولاد النمبر اللي فيه بليس كتيرة هو الكبير على طول هنا 9999 وهنا 10 thousands هذه البليس ده بيعمل ايه؟ بيحط لي جنب النمبر ده 30 يعني دي هبارة عن كده يبقى التن ساوزن فيها كان بليس 1 2 3 4 5 وهنا 1 2 3 4 يبقى على طول ده الكبير النمبر اللي فيه بليس كتيرة هو الكبير على طول يلا نشوف هنا 1 2 3 4 5 5 بليس 1 2 3 4 5 6 بليس يبقى ده كبير على طول يلا نشوف دي يعني سري في البليس اللي اسمه ساوزن 500 يعني 5 في البليس اللي اسمه هندرد 35 تكتب كده 35 تكتب وده عبارة عن ايه؟ 3 3 535 والتن زي بعض بالزبط يلا هنا 80 000 يعني 8 في البليس اللي اسمه 10 thousands وهنا 123 تكتب جنبها كده نشوف هنا نبص هنا اولاد هنا فيه عندي على طول 800 ساوزن ده نمبر كبير جدا يبقى على طول ده الكبير لو عجبكم الفيديو اردت اعمالوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولنك الصفحة موجود في الفيديو نرى الاكسرسيز اللي بعد كده يقول لي arrange the following numbers in an ascending order ascending يا اولاد يعني من smallest to greatest لكن descending اللي سنشوفها كمان شوانا descending from greatest to smallest ودايما بنعرفها بالليتر D D جاء من down down يعني من فوق لتحت يعني من الكبير للصغير نشوف في الاول عايزين نعمل arrange in ascending ascending يعني نحط smallest الاول نبص عندي مجموعة نمبر زي اولاد اول حاجة نعمل هنعمل اي نعد اشوف الدجتس اللي عندي قد ايه ما هي عدد الدجتس هو عدد البلايس فالنمبر اللي هيكون في دجتس قليلة يبقى ده فيه places قليلة يبقى هو أقل واحد هنا عندي كان بلايس 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ده صغير ده فيه 4 يبقى ده لزن ده نبص هنا 5 هنا 4 ده فيه كان بلايس 1 2 3 4 5 6 ده فيه 6 بلايس يبقى اكيد ده اكبر واحد يبقى نحط فين نحط في الاخر وبعدين نعمل ايه مين اصغر واحد فيهم عندي ده وعندي ده دول الصغيرين اجعل منهم compare اقارب اشوف من الاصغر ده في 7 وده في 7 كما هو ده في 2 وده في 2 ده في 3 وده في 3 لحد دلوقتي بش عارف اقار ما بينهم مفيش اختلافات اول اختلاف ظهر اهو ده 4 وده 5 يبقى مين الصغير اللي فيه كما هي اصغر ضغط الصغير يبقى اصغر ضغط اصغر ضغط اصغر ضغط اصغر ضغط اصغر ضغط بعد ذلك نرى هذا ونرى هذا هم الاثنين 5 مكان هذا 11000 هذا 12000 مين الصغير 11 نكتب هنا 11000 وهنا 12000 هذا هو الترتيب من الصغير للكبير أول ما نبدأ ندور على النمبر وين يوجد اكتب سوف نكرد اول واحد من الذي يوجد اكتر بعده هنا يوجد يوجد اكتر اكتر بعده سوف نقوم بها سوف نقوم بها وانا قارن هنا لدي 55 لا يقوم بها لأمان الكمبير لازم ألاقي اختلاف لازم ألاقي ديجيت مختلف عن ديجيت نيجي نبص هنا نلاقي سري ونبص هنا نلاقي ايه فور اه نعرف نقارن مين فيهم الصغير اللي هو ده عشان ده في سري يبقى نكتبه الاول وبعد كده اكتب ده بعديد نكمبير بعد كده ما بين مين ومين ما بين ده وما بين ده هم الاتنين سكسي بليسز نقارن هنا في اول بلس في في فايف اول بلس في في فايف زي بعض نيجي هنا في زيرو وهنا في فيف يبقى ده الصغير نكتب ده هنا ونكتب ده هنا يلا اللي بعد كده بيو ريارانج انا دسساندنج oder دساندنج يعني جريتستن اللي الده مولست نبص بيعنين هنا اولاد مين النمبر اللي في دجتيت سيكتيرا هو ده يبقى على طول ده اكبر واحد من اللي بعده؟ ده فيه 5 بليسز يبقى بعده على طول من اللي بعده؟ ده فيه 4 بليسز وده فيه 4 بليسز لا نقارن بقى نبص على كل بليس فيه الكبير فيه 4 و 3 يبقى هذا اللي يكسب و يبقى هذا الكبير يبقى هنا 4,000 99 واللي بعده ده و ده اصغر واحد يكتب في الاخر نجي اللي بعد كده لما نجي نعمل كمبير هنا عشان نطلع على الجريتست نعمل ايه؟ نشوف من النمبر اللي فيه بليسز كتيرة ألاقي النمبر ده والنمبر ده يلا نقارن هنا 2 وهنا 2 زي بعض 4 و 4 زي بعض 8 و 8 زي بعض لحد كده ما نعرفش نقارن ما بينهم مفيش اختلاف طب هنا البيلس ده فيه 6 و البيلس ده فيه 6 زي بعض البيلس ده فيه 7 والبيلس ده فيه 7 زي بعض نجي نبص بقى هنا على البيلس ده والبيلس ده اول اختلاف ظهر ظهر ان ده جريتر زين ده ده اكبر من ده يبقى النمبر ده كله اكبر من ده كله يبقى هنا هنكتب 248 672 وده بعدي مين اللي بعد كده نبص بيعنينا نلاقي هنا 5 بلايس وهنا 5 بلايس نقارن هنا 15 وهنا 15 هنا 3 و 3 لحد هنا انا مش عارف مين الكبير مفيش اختلاف يلا نبص هنا نلاقي 6 يلا نبص هنا نلاقي 7 اه يبقى ده كبير يبقى اخد النمبر ده كله احطه هنا وده يتحط هنا وبعد كده ناخد مين اللي مباق ده يلا اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer اول حاجة the value of the digit series in the number ده بيقول لي the value يبقى حنكتر نمبر فين السري السري قعدة هنا في البلايس اللي اسمه ايه في البلايس اللي اسمه thousands يعني السري حيتحط جنبها كم زيرو series zeros يبقى نختار ايه يبقى نختار ده يبقى دي الإجابة الصخيحة يلا اللي بعد كده عندي the expanded form عايزين نكونها طب لما نجي نبص باعنا يا أولاد نلاقي هنا one hundred thousand يعني one two three four five six places ينفع لما نجمحها يديني five places ولا يديني هنا five places ولا يطلع six places لازم يطلع نمبر في six places يبقى اختار ديه على طول يبقى دي الإجابة الصحيحة يلا اللي بعد كده the place value ناخد بالنا بقى يقول لي the place يبقى حنكتب اسم حنكتب اسم المكان off the digit eight في النمبر ده is a إلقيت فين؟ إلقيتها هاي؟ موجودة فين؟ موجودة في ten thousand يبقى ten thousand اوكي؟ نريش داعوا بكلمة value دي طالما لقينا كلمة بالاس يبحول اسم المكان يلا هنا five hundred thirty one thousand seventy four في الstandard form is a يلا نقرأ يقول لي five hundred thirty one يبقى يا إما ديه؟ يا إما ديه؟ دي لا طبعا عشان fifty three طب يلا نكمل يقول لي ايه؟ seventy four فين بقى السيفنتي four هنا موجود seven hundred forty وهنا seventy four يبقى هاي ديه الإجابة الصحيحة؟ يلا اللي بعديها seventy four thousand two hundred fifteen أكبر من ايه؟ جريتر زنين يبقى لازم نحط هنا نمبر قليل كلهم فيهم seventy four نيجي نشوف النمبر اللي بعد كده هنا فيه two وهنا فيه three وهنا فيه zero two والone بعدها اكبر لا ديه اكبر من ده والthree يبقى اكبر من ده يبقى نحط النمبر ده seventy four thousand and five عشان لما نيجي نشوف هنا فيه two وهنا فيه يبقى ده جريتر على طول يبقى هو ده ايه؟ ده الحل بتاعي اللي بعد كده النمبر ده لسا من ده يعني عايز نحط هنا حاجة اكبر منه حاجة اكبر منه نشوف هنا three hundred and fifty three hundred and fifty two three hundred and fifty two هو three hundred and fifty two يبقى يا ام ده؟ يا ام ده هنا فيه nine وهنا فيه nine وهنا فيه eight يبقى مش نفعي نخط ده خالص من ده صغير عند ده يبقى لازم نخط ده يبقى لازم نخط ده وهنا شايفين فيه five فهو جايبالي اكبر منين من الفور يبقى نحط هو النمبر ده الاجابة الصحيحة يلا نشوف الاكسراصيز اللي بعد كده يقول لي فاين زا مستيك اني اتشوف زا فولوينج كوريكت زا مستيك يعني فيه غلطة عايزين نشوفها ونصلحها زا فاليو اف زا ديجت سيفن في النمبر ده اس ده اولا السيفن قاعدة فين يا ولاد السيفن قاعدة في التن ساوزنز يعني نحط جنبها كم زيرو فور زيروز يبقى هي دي الغلطة ما ينفعش يبقى سيفن هندرد ساوزنز يبقى نكتب كده زا فاليو از سيفن تي ساوزنز هنا الاكسباندت فورم للنمبر ده اس ده هل هو هنا حاطط لي اللي النمبر ده بيقول لي ان الات دي مداني ات والسيري ديت الفاليو بتاعتها سيرتي ينفع الكلام ده ده هو هنا عكسها ده الناين للفاليو بتاعتها بالوانز هتطالي بالهندرد ساوزنز يبقى نكتب الاكسباندت فورم صح بقى احنا عرفنا كده الغلط ايه؟ هو عكسها المفروض ان ده ات هندرد سيرتي فايف ساوزنز فور هندرد ساوزنز فور هندرد ساوزنز حتي اقوى الات ديت تكتب الاول كده لانها موجودة في الهندرد ساوزنز بلاس بلاس السيري ديت تبقى سيرتي ساوزنز بلاس الفايف دي فايف ساوزنز الفوري فور هندرد ساوزنز السيكس ساوزنز والناين تبقى ايه؟ تبقى ناين يلا اللي بعادية الورد فورم اوف زا ننبر ده از ففتي ايت ساوزنز سيفن هندرد تو هي ففتي ايت صح لكن ديت سيفن هندرد تو ولا سيفن تيتو سيفن تيتو يبقى الصح نقول ايه؟ ففتي ايت ساوزنز وبعد كده هيا ايت سيفن تيتو يلا اللي بعادية البلاس فاليو بتاع ديشة 5 يعني اسم البلاس اللي موجودة في 5 في النمبر ده الفايف موجودة هنا بيقالي 5 قاعدة في الـ 10 ساوزنز هل 5 هنا في الـ 10 ساوزنز لا طبعا البلاس عندي مش 10 ساوزنز وما قاعدة فين؟ في الـ 100 ساوزنز يبقى the place value of the five is the hundred thousands يالله اللي بعديه هل 300 thousands equal 3 thousand tens هي 300 لو بنتحط في place اللي اسمه thousands تاخد كم زيروز تاخد سري زيروز طيب دا يساوي قد ايه لما احطه في التنس لما احطه في التنس دا كله احط هنا كام في البلس اللي اسمه تنس يديني دا نشيد من هنا زيرو يعني اكن المفروض 300 thousands دا بتساوي يبقى الغلطة هنا ما ينفعش يقول المفروض تبقى 30 thousand tens طب يالله هنا دا اكبر من دا انا عندي دي عباره عن ايه 91 thousand 234 هل دا اكبر من 91 thousand 235 عندي دا قد دا وده قد دا والتو هي التو والسري هي السري فين الاختلاف الفور والفايف هل الفور اكبر من الفايف لا طبعا الفور اكبر من الفايف يبقى الصح ايه نعكس دي يعني تبقى كده يالله هنا دا قد دا هنا 4 4 6 6 2 3 هنا في 7 يعني دا 7 وده 5 يبقى دا اكبر يبقى الصح نعمل ايه نعكس دي تبقى كده يالله هنا 800 100 البلس اللي اسمه هندردز لما نحط فيه تيحصل لها ايه تتضاف لها 2 zeros يبقى دي كده هنا ال8 لما تتحط في بلس اللي اسمه 1000 يحصل لها ايه تتحط جنبيها هل دا زي دا لا طبعا دا 4 بلس اللي اسمه وده 5 بلس اللي اسمه يبقى الصح ايه يبقى الصح يعمل كده دا جريترزان يبقى الغلطة هنا ما ينفعش يقول لي اكوى يالله اللي بعد كده يقول لي دا نمبر زي دا دا نمبر زي دا دا نمبر زي دا دا نمبر زي دا يعني ايه يا اولاد زي ما قلنا من الصغير لالكبير يالله نشوف هنا في فور بلس جاي في الاول تمام هنا فايف بلس تمام ايه دا هنا في سيكس بلس وورا واحد في البعيد فايف بلس لا طبعا المفروض دا يجي مكان دا يبقى نعمل الحل كده دا صح ودا صح اللي هو اللي بعديه مين اللي يجي بعديه بقى دا يبقى 50,000 11 يبقى انا عندي اللي اتنين دول مين الصغير دا ولا دا هنا فايف فايف هنا وان وهنا زيرو فوت دا الصغير يبقى دا يجي يترتب هنا وبعد كده نحط ايه بعد كده نحط دا وكده حبابي يبقى خلصنا الليسون جميل جدا رجعنا فيه على درس من اهم الدروس اللي هو الفاليو اند البلس فاليو وقلنا ان كلمة بلس بتعرفك اسم المكان والدجت اللي يقعد في المكان ياخد الفاليو بتاعه يارب كونوا فهمش الدرس دا كويس ومعليش اللي ما يفهمش الدرس دا كويس يرجع يسمعه تاني وتحول تسمعه بتركيزه بالراحة يعني ممكن تشغل الفيديو تسمع جزء وتحول تفهمه لحد ما تفهم كويس وبالتوفيلكو ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة